افتتح سعادة اللواء الطارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام الاجتماع السادسة والعشرين لمسؤول حرس الحجود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في مملكة البحرين على مدى ثلاثة أيام ويأتي تنفيذا للتوجيهات السامية وتحقيقا لطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ونقل رئيس الأمن العام للمشاركين تحيات الفريق الركن مع علي الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية مؤكدا حرص ما عليها على تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق والمشاركة الحقيقية الفاعلة بين مؤسسات حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس لمواجهة خطر الجريمة والإرهاب وتحقيق الأمن البحري لجميع الدول وتأمين الملاحة الدولية في الخليج العربية وعرب رئيس الأمن العام عن شكره وتقديره لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لتوجيهاتهم ودعمهم للاجتماعات الأمنية المشتركة لدول المجلس ومن بينها اجتماع مسؤولي حرس الحدود وخفر السواحل وذلك في إطار العمل على تفعيل التعاون الأمني لمواجهة التحديات الراهنة وأكد رئيس الأمن العام اعتزازه وتقديره للجهود المشهودة والمميزة التي تقوم بها أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون في سبيل حفظ الأمن ودرء المخاطر مشددا على أن أمن الحدود البحرية يعتبر تحديا رئيسيا يواجه المجتمع الدولي وكذلك دول المجلس لأهميته الاستراتيجية وخاصة الخليج العربي الذي يعتبر الشريان الحيوي لدول المجلس والعالم كما أضف أن التهديدات الإقليمية والعمليات الإرهابية والقرصن والتلوث والتسلل والتهريب كلها عوامل تهدد أمن دولنا الخليجية ومكتسباتنا ومشاريعنا التنموية منوها إلى أن أوراق العمل والموضوعات المطروحة في الاجتماع تحمل أهمية خاصة في مجال التدريب والتمارين المشتركة وتبادل المعلومات والتنسيق وتبادل التقارير والزيارات الميدانية وأمن الحدود ومكافحة التسلل والتهريب وستساهم في تعزيز أمن الحدود البرية والبحرية ويضمن جدول أعمال الاجتماع ببحث عدد من الموضوعات من بينها استعراض رأي خادم الحرمين الشريفين فيما يخص حرس الحدود وخفر السواحل البحث في أهمية التمارين البحرية المشتركة والبرامج التدريبية من جهته أكد العميد ركن بحري على عبدالل سيادي قائد خفر السواحل أن عقد هذه الاجتماعات يأتي ضمن مجالات العمل المشترك للوصول إلى منظومة متقدمة تدعم الأمن البحري ترجمة نانسي قنقر